السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة اخباركم ايه واهلا بكم في فيديو جديد معكم علاء من قناة جيمون طبعا انا اعتذر يا جماعة يعني صوتي لو غريب شوية بس واخد دور برد محترم فحاول بقدر الامكان ان الصوت يكون واضح فمعليش يعذروني بقى يعني حاجة خاص بقى عني اكيد طبعا يعني في الفيديو ده انا جايب لكم يعني هو مش جايب لكم بس هو يعتبر تكملة للفيديو اللي انا نزلته قبل كده عن مستقبل السلسلة واسم ريزدينت ايفل في العموم فده يعتبر هيكون تكملة عن الاخبار اللي نزلت كمان واتسربت على الجزء التاسع من ريزدينت ايفل فجايب لكم بقى تسريبات وتفاصيل مهمة جدا عن الجزء التاسع زي ما قلنا من لعبة ريزدينت ايفل اللعبة اللي كلنا مستنينها بفارغ الصبر لو كنت من عشاء السلسلة او حتى مجرد مهتم بالالعاب المرعبة الفيديو ده معمول مخصوص ليك يا صحبي هنغوص مع بعض في كل التفاصيل واللي هي المتسربة طبعا ونتكلم عن البطل الرئيسي اللي لحد الوقت فيه جدال عليه كتير جدا الشخصيات اللي ممكن نشوفها في الجزء ده اسلوب اللعب نوع الوحوش وموعد الاعلان عن اللعبة وكل حاجة هنتكلم فيها قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واتبعوني على صفحاتي في السوشال ميديا كل اللينكات موجودة في صندوق الوصف تحت ويا جماعة ما تخلوش الألعاب تلهيكم عن الصلاة وذكر الله والصلاة على رسول الله وتدعو لأخواتنا ربنا يرحمهم ويقويم ويثبتهم والمنتجات يا جماعة المقاطعة أهم حاجة للمنتجات اللي بتدعم اللي مايتسموش ونقول يلا بينا أول حاجة هنتكلم عنها هو البطل الرئيسي أول حاجة لازم نتكلم عنها هي البطل اللي هنلعب به على حسب التسريبات اللي طلعت مؤخرا ان إيثن وينترز هو اللي هيكون البطل الرئيسي للجزء ده مرة تانية أو مرة تالتة بقى لأن إيثن كان بطل ريزدينت إيفل سيفن وريزدينت إيفل فيليج وناس كتير كانت فاكرة ان قصته خلصت لكن يبان إن كابكم عندهم خطط أكبر ليه ممكن نشوفه وهو بيواجه تحديات جديدة أو بيكشف عن أسرار جديدة في عالم ريزدينت إيفل بالنسبة لظهور شخصية ليون اس كينيدي اللي يعتبر واحد من أكتر الشخصيات المحبوبة في السلسلة التسريبات مش أكيدة بنسبة 100% لكن فيه كلام قوي جدا إنه ممكن يظهر ليون معروف بشجعته ومهارته ووجوده في الجزء التاسع يعتبر إضافة كتيرة جدا لللعبة بس لحد الوقت ما فيش أي تأكيد رسمي من كابكم فممكن يظهر كجزء من القصة أو كشخصية مساعدة في بعض المهمات أو ممكن نلعب به في مثلا DLC لما تنزل طبعا لعبة زي ما حصل مع كريس ريت فيلد غير إيثن وليون في شائعات كتيرة جدا بتقول إن ممكن كريس ريت فيلد يظهر اللي يعتبر ده يعني من الأبطال الأسطوريين في السلسلة طبعا انا كلنا عارفين كده وكمان ممكن نشوف عودة جيل فالانتاين اللي كانت غايبة لفترة طويلة جدا وناس كتير مستنية تشوفها تاني فيه كمان إشاعات بتقول إن ألبرت ويسكر العدو القديم اللي كلنا بنكرهه طبعا ممكن يكون لدور حتى لو بشكل غير مباشر من ناحية أسلوب اللعب التسريبات بتشير إنه هيكون مشابه للي شفناه في ريزدنت إيفل فيلدج يعني مزيج من الأكشن والرعب اللي بيميز السلسلة كمان فيه كلام عن تحسينات في الزكاء الاصطناعي للأعداء وإنهم هيكونوا أكتر تعقيدا وزكاءا في مترددك وده هيخلي التجربة أصعب وأمتع بالنسبة للوحوش اللي هنواجهها فيه تسريبات بتقول إننا هنشوف وحوش جديدة مرعبة وبعض الوحوش اللي ممكن يكون لها علاقة بالمواضي المزلم للسلسلة ممكن نشوف أنواع جديدة من الليكرز اللي هم وحوش مخيفة جدا بجانب أعداء بيستخدموا التفايليات اللي بتسيطر على عقولهم ده معنى إن اللعبة مرعبة لدرجة تخليك تفكر مرتين قبل ما تتحرك أما بخصوص موعد الإعلان الرسمي عن اللعبة التسريبات بتقول إن كابكم ممكن تكشف عن اللعبة في نهاية السنة دي أو بداية السنة الجاية مع إصدار متوقع في 20-25 طبعا دي كلها تكاهنات لحد دلوقتي بس دي المواعيد المحتملة اللي سمعناها من المصادر المقربة من فريق التطوير في كابكم والتسريبات دي جات من مصادر معروفة في مجتمع الألعاب وبعض الإنسايدرز اللي دايما بيجيبوا أخبار موثوقة ورغم إننا مش متأكدين من صحتها 100% لكن دايما في جزء من الحقيقة في التسريبات دي في النهاية خلينا نكون وقعيين ونفهم إن التسريبات دي مش بالضرورة تكون صحيحة لكن الأكيد إن الجزء التاسع من ريسدنت إيفل هيكون مليان مفاجآت ورعب زي ما احنا متعودين من كابكم شاركوني رأيكم في التعليقات وقلولي من الشخصيات اللي تتمنوا تشوفوها في الجزء الجديد ده وما تنسوش تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان وصل لكم كل جديد واتتابعوني على صفحاتي في السوشيال ميديا كل اللينكات موجودة في صندوق الوصف تحت وكان معاكم على من قناة جيمون شكرا لكم يا جماعة على المشاهدة سلام عليكم اشتركوا في القناة